موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أبدأها بالعنوين رئيس الوزراء يستقبل قادة قوات التحالف العربي في عدن ويثمن الدور البطولي الذي تقوم به قوات التحالف لاستعادة الدولة من ميليشيات الانقلابية الدفاع الجوية السعودي يعترض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مكة المكرمة موسيقى مقتل عدد من عناصر الميليشيات في منطقة الشقب جنوب تعز والجيش الوطني ومشط معسكر خالد من الوليد موسيقى إلى تفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساف رحيل فضل الهلال أحد أعلام السياحة والفندقة في اليمن بعد معاناة مع المرض في القاهرة وعمل الهلال لأكثر من أربعين عاما في فنادق عدن وكان مصدر جذب للعديد من الشركات الفندقية العالمية مثل موفنبيك وميركيور ونوها فخامة الرئيس بالدور الوطني والحياة الحافلة للفقيد وأخلاقه العالية في تعامل ونسج العلاقات الاجتماعية الطيبة مع شرائح المجتمع وتقديم التسهيلات للأنشطة والفعاليات المجتمعية وأعرب عن بارغ حزنه لرحيل الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزاء ومواساة في رحيل فضل الهلال بعد معاناة شديدة مع المرض وأشد نائب رئيس الجمهورية بمنقب الفقيد وعطاءاته الوطنية في مجال السياحة حيث أسهم إسهاما كبيرا من خلال أنشطته في جذب السياح والعديد من الشركات العالمية وعبر نائب رئيس في البرقية عن أصدق تعازي والمواساة لأسرة وقارب الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان عبر نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عن سنكاره وشجبه لتكرار الانقلابيين محاولتهم الاعتداء على مكة المكرمة بإطلاقهم صاروخ باليستي مساء الخميس وقال في تغريدتين نشرهما على حسابه الرسمي في تويتر الحوثي يستهدف مكة مجددا كعادته في تفجير المساجد ومحاولة الاعتداء على قبلة المسلمين معتبرا ذلك عملا إرهابيا لا أخلاقي يجرح مشاعر مئات الملايين وأشار نائب الرئيس إلى أن الانقلابيين بجرائمهم المختلفة يكشفون حجم المؤامرة التي يقوذونها بدعم وتمويل إيراني مؤكدا بأن وقفة اليمنيين ودول التحالف كفيلة بإفشال تلك المخططات بإذن الله وكانت قوات الدفاع الجوي لتحالف قد اعترضت صاروخا بلسيا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مكة المكرمة حيث جرى اعتراض الصاروخ فوق منطقة الواصلية بالطائف على بعد 69 كيلو متر عن مكة المكرمة دون وقوع أضرر بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومؤساة في رحيل فضل الهلال أحد العقول المتخصصة في قطاع السياحة والفندقة في اليمن وذلك بعد معاناة مع المرض في القاهرة وقال في البرقية بوفاة الهلال خسر الوطن أحد أشجر من عمل في إدارته فنادق عدن وقدم خلال مسيرته الوطنية الحافلة لأكثر من 40 عاما دروسا في الإخلاص والإثقان في العمل مضيفا ومشركات الفندقية العالمية مثل موفمبيك وميركيور التي عملنا في مدينة عدن إلى خير شاهد على عقلية السياحية التي تفرد بها الهلال وعبر دكتور بن دغر عن بلغ حزنه لرحيل الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر وزارة صحة العامة والسكان بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة مع مركز الملك سلمان لنقل الجريح رائف عدنان ورفاقه الذين أصيبوا وهم يدافعون عن الوطن بجبهة البقع في الصعدة وجه به للعلاج في أحدى مشفيات دولتي الهند أو الأردن جاء ذلك خلال اتصال هاتفية جره مع والد الجريح رائف عدنان ليطمئن على صحة الجريح وباقي الجرحة وشدد رئيس الوزراء على وزارة الصحة بتوفير العناية الصحية ورعاية لازمة للجرحة وشد رئيس الوزراء ببسالة البطل الجريح رائف عدنان ورفاقه في الدفاع عن الوطن وصمودهم في وجه ميليشيات الانقلاب وبالبطولات التي شرحوها لأجل عزة اليمن وانعتاقه من الميليشيات الانقلابية وأشار إلى أن الحكومة تولي جرح الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية جل اهتمامها كما تولي بذات القدر أسر الشهداء نظيرة ضحيات الجسام التي قدموها لأجل الوطن من جانبه عبر والد الجريح رائف عدنان عن شكره لدولة رئيس الوزراء على اتصاله واهتمامه بالجرحة والذي يدل على مسؤولياته الوطنية تجاه كل أبناء اليمن استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن قائد قوات التحالف العربي بعدن الإماراتي أحمد أبو ماجد وقائد القوى السعودية العميد عبيد أبو مشعل وقائد القوى البحرينية الرائد الركن زيد النعيمي وقائد القوى السودانية الرائد بشير كمر وفي اللقاء ثمن رئيس الوزراء الدور البطولي الذي تقوم به قوات التحالف العربي مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في ذودي ودفاع عن الوطن وشرعيته واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وقال سيذكر التاريخ أن عصفة الحزم وإعادة الأمل أنقذتا اليمن في وقت مفصلي من تاريخ الأمة ومنعت انهيار الدولة في اليمن وفي ملحمة عروبية خالصة تكاتفت قوات التحالف العربي لوقف تمدد النفوذ الإيراني في المنطقة وشكلت تحولا حقيقيا في تاريخنا المعاصر وأضف الدكتور بن دغر لن ينسى شعبنا اليمنى هذه الهبة الأخوية لقادة التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقادة الإمارات العربية المتحدة بقيادة شيخ خليفة بن زايد والشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة وولي عهد أبو ضبي الشيخ محمد بن زايد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وباقي دول التحالف العربي والمساعدات التي قدمت لليمن والمساعدات التي قدمت لليمن سواء كانت عسكرية أو إغاثية والتي عززت من وجود الشرعية على الأرض والسعادة ثمانين بالمئة من الأراضي اليمنية وأشهد بأهمية التنسيق والتكامل ووحدة الرؤية والمصير بين الشرعية وقوات التحالف العربية قائلا انطلاقا من توجهات فخامة الرئيس عبد الربو منصور هذه رئيس الجمهورية وبفضل الجهود التي تبذلها الحكومة بتعاون الأشقاء من دول التحالف نحن نبذل جهدا لتحسين الخدمات في العاصمة المؤقتة عدن ويعادة بناء مؤسسات الدولة بعد أن دمرتها الميليشيات الانقلابية وحققنا انتصارات كبرى على الأرض وأصبحنا بين قوسين أو أدنى من تحول استراتيجي يفرض الإرادة الوطنية ويلزم الميليشيات على قبول المرجعيات الأساسية للحل في اليمن المتمثلة في المبادرة الخليجية وأليتات تنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي الفين ومائتي وستة عشر من جانبه عبر قائد قوات التحالف العربي عن سعادته بهذا اللقاء الذي يأتي وقد حقق للشعب اليمني انتصارات كبيرة على الأرض في تعز فالسيطرة على معسكر خالد من الوليد هي بداية لتحول في العمليات العسكرية مشيرا إلى أن هداف التحالف العربي تتمحور حول السعادة الدولة وإنهاء الانقلاب ودعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب اليمني وهنا قائد التحالف العربي وزملائه من السعودية والبحرين وسودان اليمن رئاسة وحكومة وشعبا بالانتصارات الكبيرة التي حققها أبطال الجيش الوطني وقوات التحالف في مختلف الجبهات والوصول إلى تحرير كافة المحافظات التي لا زالت تقبع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية والتي تنهار قواها في كثير من المواقع حضر اللقاء أمين عام مجلس الوزراء حسين منصور ثمن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجي عبد الملك المخلافي جهود المملكة المغربية الداعمة لليمن في مختلف المجالات السياسية والعسكرية وطلع وزير الخارجي نظيره المغربية ناصر بريطة خلال لقائه على هامش الاجتماع عطار المجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبناقشة التصاعد الاستراتيجي في المسجد الأقصى على مستجدات الأوضاع في المشهد السياسي والعسكري والإنساني في اليمن مشيرا إلى سعي الحكومة اليمنية الحثيث نحو العودة للمسار السياسي وأحلال السلام في اليمن وعرب وزير الخارجي عن شكره للمملكة المغربية وعلى رأسها جلالة الملك محمد الخامس والحكومة المغربية لوقوفهم مع اليمن وقيادته وحكومته ودعمهم للشرعية والسعادة الدولة والعودة لاستئناف العملية السياسية مشيرا إلى أن الشعب اليمني لن ينسى مشاركة المملكة المغربية الشقيقة في تحالف العربية دعم للشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والذي كان دليلا على حرص المغرب على نصرة الشعب اليمني والتصدي للأطماع التوسعية الإقليمية التي تستهدف الأمن القومي العربي من جهاته أكد الوزير المغربي استمرار دعم بلاده لليمن على كافة المستويات مؤكدا تضامن المغرب الكامل لليمن ومسندته للحكومة الشرعية مؤكدا أن العلاقات اليمنية المغربية علاقات هوية وتاريخ وأشار بوريطا إلى رغبة بلاده في تفاعل العمل المشترك مع الجمهوري اليمنية لخلق علاقات أكثر خصوصية وتميز ووجه وزير الخارجية المغربي دعوة لنائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي لزيارة الرباط لبحث العلاقات المشتركة بين البلدين وسبع تعزيزها فيما يصب في مصلحة البلدين الشقيقين طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للغاثة عبد الرقيب فاتح المنظمات الدولية بتطبيق فكرة المركزية في العمل الإغاثي والإنساني وجعل عدن مركزا إداريا وإغاثيا رئيسيا تنطلق منه أعمالها إلى كافة المحافظات وأكد فتح في تصريحا لوكالة الأنباء اليمنية سبا أن الحكومة تم مثلة باللجنة العليا للإغاثة تقوم بتوفير كل الدعم والتسهيلات لعمل المنظمات الدولية وتنفيذ مهامها الإنسانية المختلفة وذلك للوصول الآمن لكل المحافظات دون قيود أو شروط واعتبر وزير الإدارة المحلية أن تحرير معسكر خالد بن الوليد يعزز دور ميناء المخا ويدعم فكرة جعل عدن مركزا إغاثيا رئيسا وأشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن تمتلك كافة المقاومات لتكون مركزا إغاثيا رئيسيا ومقرا مركزيا للمكاتب الرئيسية لكافة المنظمات الدولية وعملها من خلال ميناء عدن الذي يعد ميناء دولي لديه قدرة على استقبال أكبر السفن بالإضافة إلى مطار عدن الدولي والذي لديه القدرة على استقبال طائرات الإغاثة المختلفة ولفت إلى أن المقاومات تحل مشكلة إيجاد وسائل إغاثية مرنة وفاعلة يساعد المنظمات الدولية على القيام بمهامها الإنسانية بكفاءة عالية وقال فتح أن الحكومة ترحب بأعمال المنظمات الدولية في اليمن وأن الزيارة التي قامت بها المنظمات الأممية الثلاثة إلى عدن يعطي رسالة إلى المجتمع الدولي بأن عدن أصبحت آمنة ومؤهلة لتكون مقرا لعمل المنظمات الإنسانية أكد الأمين العام المساعد لشؤون السياسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دكتور عبد العزيز العويشق حرص الأمانة العامة للمجلس على متابعة تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة في اليمن وفقا لما تم الاتفاق عليه في شماع لجنة التنسيق المشركة في إبريل الماضي وخلال استقباله في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالعاصمة السعودية رياض صفير اليمن لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني والذي بحث معه العلاقات الثنائية بين بلادنا ومجلس التعاون من جهة عرب السفير الزنداني عن شكر وتقدير الحكومة اليمنية لدور الأمانة العامة للمجلس في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وقيادته الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وما تقدمه من عون ومساعدة في كافة المجالات نقشت سفير اليمن لدى أمستردام سحر غانم مع المدير التنفيدي لمنظمة رعاية هولندا كير بيري هاين إسهامات المنظمة في دعم قطاع المياه ورعاية صحية ومحاربة انتشار مرض الكوليرا في اليمن وجرى استعراض الوضع الإنساني وصحية الصعب في اليمن وأهمية المساهمة دهولية في الحض من الأثار الكارثية لانقلاب على الأوضاع المعيشية لليمنيين وأكدت السفيرة جاهزية السلطات والمؤسسات الحكومية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية لليمن كما أكدت أهمية أن لا تقتصر خطط المساعدات على تدخلات قصيرة المدى رغم أهميتها وأن تضع في اعتبارها وضع برامج تسهم في خلق الاستقرار والسلام وتساعد الأسر اليمنية في الحصول على دخل مستدام ودعت غانم المنظمة لمزاولة عملها في العاصمة المؤقتة عدن لتسهيل وصول خدماتها لجميع مناطق اليمن أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن تبكن قوات الدفاع الجوي في تحالف من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج وقالت القيادة في بيان لها تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الخميس الرابع منذ القعدة 1438 الهجراء الموافقة 27 من يوليو للعام 2017 من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيات باتجاه مكة المكرمة حيث جرى اعتراضه فوق منطقة واصلية بمحافظة الطائف 69 كم عن مكة المكرمة دون وقوع أي أضرار ولله الحمد وأكدتها قيادة تحالف أن استمرار تهريب الصواريخ إلى الأراضي اليمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضائع في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل أمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر وأجدد التحالف تأييده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية لمسع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذا الميناء الحيوي وفي الميدان اشدت المعارك العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وصالح في مدرية صبر الموادم جنوبي تعز وقال مظهر عسكري أن المواجهات تجددت بقصف مدفعي بين القوات الحكومية والميليشيات في تبة الصالحين وأسفرت المواجهات عن سقوط خمسة قتلى وأربعة جرحا من الميليشيات واستشهاد ستة وجريحة في صفوف القوات الحكومية بحسب المصدر كما شرت مقاتلة التحالف أربع غارات على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح بمنطقة الشقاب الجيش الوطني والمقاومة الجنوبية تكمل المشوار الذي بدأه اللواء ركن أحمد سيف اليافعي هذه المقاومة تعيد تاريخ نفسه بقيادة العميد حمد الصبيحي وتحرر معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في المخاء لم يكن حدثا عاديا حين دخلت قوات المقاومة الجنوبية والجيش الوطني إلى مدينة المخاء بقيادة ابن محافظة أبيان اللواء ركن أحمد سيف اليافعي بل كان يوما تاريخيا مجيدا على الأحرار من أبناء هذا الوطن وها هو التاريخ يعيد نفسه فالمقاومة الجنوبية والجيش الوطني بقيادة ابن محافظة لاحج حمدي شكر الصبيحي تكمل مشوار الراحلون وتحرر معسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في المخاء في صورة فريدة من التحدي والإصرار والتضحية تحمل عنوانا مكتوبا بالدم أن للنصر عنوان وللتضحية رجال هذا الانتصار الكبير الذي تحقق لم يأتي صدفة بل نتاج معارك شارسة ضيلة أشهر من الزمن رفقها تخطيط وترتيب بين الغيادات والجبهات كل هذا لأن الهدف المراد تحريره ليس عاديا بل كان معسكر خالد بن الوليد الذي توجد به ترسانة عسكرية كبيرة ذات الرمزية العسكرية والتاريخية الفريدة للمخلوع فمعسكر خالد هو أول معسكر يتولى غيادته المخلوع صالح ولهذا السبب جعله مدينة عسكرية مدججة بجميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وراهن المخلوع عليه لأهميته الاستراتيجية في التحكم العسكري بين شمال اليمن وجنوبه تكمل الأهمية الاستراتيجية لمعسكر خالد بن الوليد لأنه يتوسط مديرية مقبنة وموزع والمخى ويشرف على جبل النار ويتحكم بالطريق الرابط بين الحديدة وتعز وبتحريره من قبضة الانقلابيين يتم تأمين مدن ومناطق الساحل الغربي وتأمين الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر وتعجز الميليشيا من استهداف المواقع الحكومية والعسكرية في المخى وذوباب بصواريخ الكاتيوشا متوسطة المدى وقطع امداد الميليشيا بين الحديدة وتعز وتخريف الضغط العسكري على مناطق لاحق وتعز وسيتحول هذا المعسكر إلى نقطة انطلاق رئيسية للجيش الوطني نحو تعز والحديدة والخوخة وسيتم تشغيل ميناء المخى بدلا من ميناء الحديدة الخاضع للانقلابيين للأبطال شواهد ومعالم على جبين مدينة المخى سيتحدث عنها التاريخ فليروي الزمن للأجيال كيف روات المقاومة الجنوبية أرض المخى من دمائهم لتنبت أزهار الحرية برائحة دمائهم يستنشقون نسائمها هدية سلام تذكرهم أن إخوانهم الجنوبيون كانوا معهم ووصلوا إلى هنا لقي ثلاثة من عناصر الميليشيات الانقلابية مصرعهم وأصيب ثان أخران في اشتباكات بين الجيش الوطني وعناصر الميليشيا بتزامن مع قصف جوي ومدفعي بجبهة عسيلان محافظة شبوة وقالت مصادر ميدانية أن عددا من عناصر الميليشيا الانقلابية نفذت محاولة تسلل فاشلة إلى ما وقع الجيش الوطني في جبهة طوال السادة غرب مديرية عسيلان عقبها اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتمكن الجيش الوطني من إجبار المتسللين على التراجع بعد تكبيدهم قتل وجرح إلى ذلك شهدت جبهة ساق غرب عسيلان تبادلا للقصف المدفعي بين كتيبة الحزمة تابعة لقوات الجيش الوطني والميليشيات الانقلابية دون معرفة نتائج القصف وشنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين استهدفت تعزيزات للميليشيات الانقلابية في هجر كحلان وجنوب جبل جندلة غرب مديرية عسيلان شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع تمركز ميليشيات الحوثي والمخلوع الصالح الانقلابية بمديرية صرواح بمأرب وقالت مصادر ويدانيا المقاتلات استهدفت بغارة جوية تجمع الميليشيات في منطقة آل جحلان شمالين مديرية صرواح وخلفت عددا من القتلى والجرح بصفوف الميليشيات الانقلابية وبحسب المصادر فإن المقاتلات استهدفت أيضا بأربع غارات مواقع تمركز الميليشي الانقلابية في جبل أشقري وسوق صرواح شرقي صنعاء ووفقا لما ذكرته المصادر فإن الغارات أسفرت عن تكبد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتد التقى محافظ صنعاء لواء عبدالقوي شريف مشائخ ووجهاء مدرية همدان في مكتب المحافظة بمدينة مأرب وفي لقاء الذي أشاد فيه المحافظ بدور همدان وتضحياتها في مواجهة الانقلاب أكد أن الدولة والرئيس يثمنون جهود أبناء همدان من خلال مشاركتهم في الدفاع على الجمهورية وصدهم لزحوفات الانقلابيين منذ الوهلة الأولى لمحاولة دخولهم صنعاء كما أكد الحاضرون أنهم جنبا إلى جنب مع الرئيس وسلطة المحلية للقضاء على الانقلاب ودحر ميليشياته مهما كلفهم ذلك من ثمن وفي خبرنا الأخير في المهرة احترأس محافظ المهرة محمد كده اجتماعا للجنة الرئيسية للمؤتمر الاستثماري لرؤساء اللجان الفراعية بالمحافظة المهرة وصعرض للشماع المهام الذي أنجزتها اللجان في الاعداد وتحضير للمؤتمر الاستثماري الأول المزمع إقامته في أكتوبر المقبل وأكد المحافظ كده إلى أهمية المؤتمر الاستثماري وما يمثله من شراكة حقيقية في عملية البناء والتنمية للوطن والمواطن مشددا على ضرورة استغلال المزايا التي تتمتع بها المحافظة خلال هذا المؤتمر مشاهدين الكرامي لهنا وتنتهي نشرة الأخبار بقي أن نذكر بأهم مجاة في النشرة من أنباء رئيس الوزراء يستقبل قادة قوات التحالف العربي في عدن ويثمن دور البطولية الذي تقوم به قوات التحالف للسعادة الدولة من الميليشيات الانقلابية الدفاع الجوية السعودية اعترضوا صاروخا باليستيا اطلقته الميليشيات الحوثية باتجاه مكة المكرمة مغتل عدد من عناصر الميليشيات في منطقة الشقب جنوب تعس والجيش الوطني ومشيط معسكر خالد من الوليد انتهت نشرة الأخبار دمتم بخير دائما إلى اللقاء اشتركوا في القناة